اشتركوا في القناة هنكمل مع حضراتكم بعض الاسئلة على الريفيو اللي عملناه على المراجع العربية في تاريخ اللغة الابطية فانا طبعا طرحت فكرة تاريخ اللغات المقارن او علاقات اللغات ببعضها البعض وطرحت كمان تأثير اللغة الابطية على اللغتين النوبية القديمة والحبشية واخيرا فكرة الدراسات متعددة اللغات او البايلينجول النصوص البايلينجول المالتي لينجول نصوص اللي باكتر من لغة طبعا أول ما بنقول بايلينجول او مالتي لينجول الناس بيجي في دماغها النصوص العرب البحيري بتاعت الكنيسة مصرية قديمة مع ابطي ومصرية قديمة مع يوناني ولدينا ابطي مع يوناني ولدينا عربي مع ابطي وعربي مع يوناني الموضوع في مصر شديد التشعب وكلها مباحث تحتاج لجهد الباحثين الصغيرين الجدد المبحث اللي أبونا لفت انتباهي ليه من شوية لها علاقات القبطية السريانية إحنا عندنا باحث مهم جدا في مصر بيشتغل في المساحة دي اللي هو أبونا زكا فايز أبونا زكا فايز حصل على المسطر من إحدى جامعات أوروبية أوروبا في إحدى جامعات أظننا سويسرا في النمسا أو سويسرا وهو أكتر حد بيبين اللي قال اللي هي مختفية في التراص المشترك ما بين الكنيستين المشتركتين في العقيدة السريانية والقبطية أخيرا الجملة اللي عايز حضرتك تعرفها لو أنت بتدرس تاريخ أو بتدرس تاريخ المسيحية أو بتدرس كريشتانيتي يعني عقيدة لكن مش بتاع لغة حضرتك مش عاوز تدخل في اللغة لأن اللغة دي مش حاجة لطيفة تحفظ الجملة ده إنه شرق مسيحي واحد الشرق المسيحي ده قبل ما المجامع تفرقوا كانت النصوص بتكتب في الإسكندرية وتقرأ في روما وتنسخ في أنطاقيا ثم تذهب بطريقة ما إلى الكنيسة في أسيوبيا نصوص أسانسوس الكبير وكرولوس عمود الدين كانت النصوص اللوتوريجية التي لا نعرف مؤلفها تظهر في أرشاليم وتنتقل إلى أنطاقيا وتسافر إلى الإسكندرية وتهبط حتى النوبة وتبقى مكتوبة على البردي عندنا في مصر أو على الرقوق وتبقى مكتوبة في النوبة على الجدران وتبقى مكتوبة في حتة تانية على كوديكس وأنا حاجة للتفاصيل دي إنه شرق مسيحي واحد إن أردت أن تدرس تاريخ المسيحية تدرس عقيدة المسيحية قبل أن تفرقها المجامع أنا هتكلم على خلق دنيا في وقت من الأوقات يعني قبل المنتصف القرن الخامس يبقى لازم حضرتك يا إما تقرر لنفسك إنك بتشتغل تاريخ يا إما بتشتغل لغة وإذا قررت لنفسك إنك بتشتغل لغة لا تكفيك القطية وحدها ولا تكفيك اليونانية وحدها بحسب ما تدرس قد تحتاج إلى تعلم بعض الجعزية لغة أهل أسيوبيا القديمة أو قد تحتاج إلى تعلم بعض النوبية القديمة وإن كنت يعني مولتي كالتشرال قد تحتاج حتى إلى بعض الأرمينية وبعض الجورجيانية أنا هضرب مثال بسيط خالص الدير لبيض دير الأنبى شنودة في القرن الحداشر سكنته جماعات من الأرمن وراحوا الأرمن ما تفهمش إزاي طلعوا فوق 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 لحد الأبى الرئيسية وراحوا كتبوا نص بالأرميني النص اللي بالأرميني ده هم متأثر باللغة الإبطية وبيحكي قصة جماعة أرمنية تحية في صعيد مصر وسط اللقباط اللي هم يعني انت عارف اللقباط الصعيد هدمقوا من ناشفة يعني فتقدر حضرتك تقول أنا حدرس الدير لبيض إزاي لا بتعرف إبطي ولا بتعرف أرمين اللي هو أنت بتوقف التكس فتركب مع الأوبر فيقول لك إنت رايح فين يقول لك وديني مطرح ما إنت رايح خطبة القدسة كذا توقفوا هنا كده في المنظرة على البحر وتقول له أنا عايز أركب معاك عم التاكسي إنت رايح فين يقول لك مطرح ما إنت إيه رايح تاريخ عقيدة بتدرس لهوت أي المكان يعني تمام وما فيش عندنا نص في تاريخ المسيحية إلا لو مترجم مرة واثنين وتلاتة وبالإنجليزي وبالفرنسيا وبالألماني وبالإيطالي وبغير 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 وبيبقى طول الوقت المترجمين الكويسين معروفين والمترجمين النص كويسين معروفين تمام نيجي بقى للتجربة الوحيدة اللي موجودة عندنا في جمهورية مصر العربية مع احترام يعني تجربة أخونا وش عز أقول تلميذي يعني أخويا الصغير مايك الحلمي وهو من تلميذ معها الدراسات الإبطية وظن جيت يرانوس درس قبل كده ده الوحيد اللي أنا نصحته النصيحة دي مثلا من عشر سنين فاسمعها محد اسمعها غيره الحقيقة مش فيها هو طبعا كان معلم الكنيسة كان بيعرف إبطي ممتاز فبعد شوية طبعا الإبطي مرتبط لحد ما باليوناني فاليوناني سهل عليه وبعد شوية أخذ الجعزي ودلوقتي معا حاجات تانية كتير مش هنقعد نحسده يعني تمام فبساطة خالص انت لما بتشتغل نص لترجي باللغة العربية زي نعظمك يا أم النور الحقيقة نمجدك اللي هو بيكتب عليه مقدمة قانون الإيمان هو لا علاقة له بقانون الإيمان وييجي الباحث الخواجع العظيم اللي اسمه فلاني الفلاني بيكتب بالفرنساوي يقولك دي مقدمة قانون الإيمان والباحث الطلياني العظيم اللي بيكتب بالإيطالي يقولك دي مقدمة قانوني ما تشكرين على وجهة نظرهم يعني نعظمك يا أم النور الحقيقي اللي فك تلاصمه أخونا مايكل ده بس على سبيل المثال إنما هو عنده عشرات الاكتشافات لو حد فيكم بيقرأ مقالاته يعني عنده عشرات الاكتشافات وبيطرح السؤال ده هو إيه علاقة النص لإسمه نعظمك يا أمر حقيقي بالحقيقة نؤمن بإله واحد النص ده تكتب بالعربي لا بالحقيقة نؤمن بإله واحد له أصول يونانية طب نجيب الأصل اليوناني في حاجة تابعه لا بديد يطرح السؤال أكتر في بعد كده ما يسمى بالتقس البيزنطي اللي استوردت بعض منه مصر عن طريق سيناء جاي من شرق المتوسط من أورشاليم هل في حاجة بالشكل ده ابتدى تطرح أسئلة من هذا النوع ما تقدرش تطرح أسئلة من هذا النوع إلا لو تعرف تقرأ اللغة وتعرف تقرأ سريان وتعرف تقرأ ابت وتعرف تقرأ جعزي واكتشف اللي اكتشاف المهم أن النص ده هو مالوش يعلاقه بقانون الإيمان هو أصلا مش نص واحد الفقرة الثانية جاية من حتة والفقرة الثانية جاية من حتة وكلاهما دخل إلى الإسكندرية في زمن ما هذا تحليل بني على تحليل لغوي لكنه أجاب على سؤال شديد التعقيد في نص كلنا بنقوله كل يوم كعباط تمام بالنسبة لغير القبط يعني هو نص قديم يعني ما بتصلوش به إحنا بنصلي به كل يوم يعني تمام فهذه التجربة يجب أن تلمع بلاش تلمع دي يجب أن تلمع ويلقى عليها الضوء لأنه في عشر مقالات مثلا ولا في سبع تمن مقالات عمل لنا عشرين اكتشاف مهمين جدا فيما يعرف بتاريخ الليتورجيات القبطية تاريخ النصوص الكنسية يعني تمام ولديه المزيد سينشره لاحقا خلاص انتهينا ريفيو عربي أنا ضربت أمثلة بالحاجات العالية والمنخفضة له منشورة في مجلة الكراسة آه في مجلة الكراسة ومجلة مدرسة اسكندرية وله كتاب هو الأفضل في العشرين سنة الأخيرة اللي هو الدفنار السعيدي ده أفضل كتاب طلع باللغة العربية في العشرين سنة الأخيرة شخصيا ده رسولنا طيب جميل ما تقول لي يا ابونا كنت تغفرت الوقت ده ناخد بقى الحاجات الخواجاتي برضو دي ما هياش مختارات وما هياش على مزاجي ده ريفيو شامل للحاجات اللي هي 100% واللي 50% واللي صفر يعني من كل حاجة حاجة رودلف كاسي الرجل السويسري الذي عاش وكتب بالفرنسية وهو تنيح قريبا يعني هو أصلا بتاع لينجوستيكس ومقارنة لغات عشان كده مقالاته دايما صعبة وبيعمل كودز يقولك دي يا أستاذة تيتي بتتنطق كده بينما في الفيومي بتتنطق كده بينما في البحيري بتتنطق كده له عدة مداخل انتريس في المسوع القبطي تمام كوبتيك لانجوش ده اسم المقالة جوة الكوبتيك انسايكلوبيديا الجزء التامي هو ليه عشرات الانتريس بس دي أشهر ومو أهمهم ايه حكاية رودلف كاسي رودلف كاسي دي أهم ميزة فيه انه ما بيبنيش رؤيته في اللينجوستيكس والنطق على كتب الجرامر عشان دير مشكلتنا هنا في مصر لو هو واحد يقولك انا متخصص في اللينجوستيكس في بدرس الزمن المضارع التاني بتدرسه فين يقولك بيتجيبه من كتاب القواعد بتاع فلان وفلان وفلان ايه كلام فارغ من نساسه الرأسه النصوص في المخطوطات اللي عاوز يطبق قاعدة اللي هيطبقها عن نص واضحة دي وان اختلف كتاب القواعد بتاع عشرين وواحد وعشرين عن المخطوط يبقى مين أصدق بس اللي هو كتبوا أهله اللي كانوا بيتكلموا اللغة دي في الوقت ده فرودلف كاسي ده هو له عدة منشورات مهمة جدا نشر مجموعات من البردي ونشر نصوص غنوصية ونشر نصوص منوية ونشر نصوص من الكتاب المقدس وغيرها رودلف كاسي في تخصص الكوبتولوجي اسم يعني الجودة أي حاجة تحت اسم رودلف كاسي تأكد مليون المية إنها حاجة ممتازة ستيفن إيميل له مقالة اسمها الكوبتك لانجوش دي صدرت في الأنكر بايبل ديكشنري طبعا ستيفن إيميل ده كان عميد المعهد اللي في مونستر وبيشتهر عنه إن هو أغلب شغله في شنودة بس الكلام ده مش مصبوط أصلا ستيفن إيميل جه مع الجماعة اللي هم الجنوستيكس اللي بيدرسه غنوصية يعني تمام؟ وخلفيته اللي نشرها قبل ما يشتهر ويبقى دكتور مهم وعميد كان نصوص غنوصية كتير واستيل اللي بينشر حاجات غنوصية فالمقالة دي مهمة جدا لإني إيميل بيشتغل على كل الأحبال يعني بيفهم النصوص اللي رؤاها وفكرتها من جوة الكنيسة وبيفهم في النصوص اللي من خارج الإيمان أو الكنيسة سيباستيان ريشتر ده حاليا الأستاذ بتاع الإبطي في جامعة برلين الحرة في ألمانيا له مقالتين واحدة منهم شبه اللي أنا شرحتها النهاردة الصبح وفي حاجات من أفكاره أنا قلتها النهاردة باللغة العربية اللي هو إزاي تحط اللغة الإبطية في مكانتها لغويا وتاريخيا وجغرافيا تمام المقالة اسمها إيه بقى اللي هي يعني قدام حضراتكم اللي هي time and culture إزاي تحط اللغة الإبطية في مكانها في space في الواقع المساحة يعني في time في الزمن وفي culture يعني ببساطة خالص عشان تدي اللغة الإبطية حقها لا هي أعظم حاجة في العالم ولا هي العكس يعني تمام فكل اللغات اللي في الدنيا أخدت من أخريات وأعطت لأخريات فالمقالتين دول لريشتر أنا أنصح بهم جدا هم إصدار حديث وعظن موجودين على صفحته في موقع أكاديميا بعد كده دي أستاذتي اللي أنا أحبها جدا إيفا جاكرزوفيسكا إيفا جاكرزوفيسكا بولندية الأصل وبتشتغل أمينة مكتبة جامعة مستردام مشتغلش بروفيسيرة ودي وظيفة مهمة جدا يعني مديرة المكتبة دي تتمتع بخبرة وقراءات واسعة أكتر من أي حد المقالة بتاعتها الكوبتيك لانجويش صدرت في كتاب حرار وجودة جبرة سنة 15 ودي برضو متاحة عن نت وفيسبوك على حاجات كتير المقالة دي برضو فيها أفكار زي اللي أنا قلتها في الأول تأسيم اللغة الإبطية لولادة متعسرة والوقوف على الأقدام إلخ إلخ بعد كده إدوارد لاف باحث إنجليزي عايش في ألمانيا عمل الكود سويتشنج الكود سويتشنج دهو مبني على البرديات اللي طلعت من أم البورايجات اللي هي في الفيوم لها فكرة أن تبقى الجملة مصرية قديمة بالهراطي ومكتوب فوق منها شرح أو تعليق بالإبطي أو باليوناني وده تخصص ميت في مصر عش بيعملوا أبدا يعني أنا مشوفتش أي مخلوق بيعملوا تمام بعد كده الأب شردن وده اشتهر حديثا في مصر عشان الترجم له ثلاث كتب لكن هو ملء السمع والبصر من خمسين سنة احنا نسمع عنه في تسعتاشر ولا في عشرين لكن هو ملء السمع والبصر من عشرين سنة وصديقي يعني الأب مارك شردن بندكتي يعني عافش دي رهبانة ما عندناش منها في مصر أظنني عمل مقالة ساحرة اسمها ده ميستري أوف بوهايريك عشان بس الناس اللي بيدرسوا نصوص الكنيسة وبيعرفوا بحيري البحيري ده هو طلع في القرن الكام قبل ما يدخل لتورجيات الكنيسة طيب الشردن بيطرح سؤال مهم جدا ليه ما فيش خطابات باللهجة البحيرية يا دكتورة ماريين ليه ما فيش كلام في الحياة اليومية بالبحيري ليه كله رسمي وكنسي وآدبي بيطرح السؤال ده هو وبيطرح له شوية تفسيرات ده أعظم مقالة ممكن تقراها عن تاريخ البحيرية بيش أحسن منها موجود على موقعه في أكاديمية بعد كده أخيرا دابروفيسكي ده هو اسمه غريب شوية لكنه هو أمريكاني بيحكي عن مرحلة الانتقال من القبطية العربية بس بيستخلص الأساطير منها قارفين الأساطير لو أول ما جوم العرب يوم الجمعة تاني يوم يوم السبت الناس كلها اتكلمت عربي فبيستخلص الأساطير ده زابروفيسكي وبينشر حاجة لطيفة تقدروا ترجعوا لها أخيرا المقالتين دول أنا أشارت ليهم يمكن في الأول الأولاني ده فرانك فيدر ده طبعا صديقي وأخويا وتزاملنا في ألمانيا مدة طويلة وبعدين اللي تحتاني ده هو اللي هو كفاك يوخم كفاك وده الأستاذ في جامعة هايدلبرغ الفؤانية دي اللي هي علم صناعة المعاجم اسمها الصنعة المعجمية في اللغة العربية دي مقالة نادرة من نحة ما فيش حد أبدا بيقول لنا أن الإبطي اللأباط يعني كان عندهم معاجم إبطي يوناني والأباط كانوا مدققين جدا لدرجة أن كان عندهم معاجم إبطي يوناني متخصصة في سفر معين من أسفار الكتاب المقدس عندنا أربع أمثلة من هذه الشكلة ما في مخلوق بيشتغل على هذه الأفكار يعني إيه أنا راجل مترجم أشتغل ترانسليتر فبترجم سفر أشعية أين سفر أشعية كبير ده هو من اليوناني للإبطي من السبعينية للصعيدي تمام فمحتاج إيه محتاج معجم عشان لما تزنق في كلمة أشوف لقد وصلنا عدة أمثلة من هذه المعاجم بس طبعا ما وصلتناش بالكامل يعني وصلتنا حبابة من هنا حبابة من هنا دي المقالة الوحيدة اللي بتعالج هذا الأمر في حدود معرفتي لفرانك فيدر محدش يتخذ ده أنا ترجمتها عربي عادي تنشر قريب عشان حبها جدا وكنت مقررها على الطلبة بتوعية أخيرا How the coptic script came about كيف نشأت الإبطية جات منين الإبطية بيعالج فيها نفس الفكرة بس يخم كفاك مضقق أكتر فماشي واحدة واحدة مع المخطوطات المقالة ضخمة جدا حوالي 70 صفحة أنا أنصح بالأولى لأنها أسأل التانية حلوة للي بيعرف لغات كتيرة أخيرا عشان نعمل conclusion للمحاضرة ده لا يمكن كتابة تاريخ اللغة القبطية بغير فهم محيطها التاريخي والتنوع اللغوي لمصر عبر قرون طوال أعيز يشتغل الإبطي يعرف أنه هو وقف في النص لهو في الكنج ولهو في محرم بيه وقف في النص لهو مع الناس اللي هما سكنين في التجمع الخامس ولهو في فصل يعني فيه حاجات في النص يعني تأخذت كورس حلو أنا كنت ساي على 180 مبارح فالمهم يعني اللي هو وقف حضرتك وقف في النص المصرية القديمة بتشدك من ناحية واليوناني بيشدك من ناحية التانية فلازم تبقى عرف لك هبابة من هنا وهبابة من هناك ده بالبلدي كده لكن بالكلام الجد بالكلام الجد من أراد أن يخوض في مخاض اللغة لازم يكون عنده أدواته ما معهوش أدواته يغرق ويعمل لنا كتب من اللي هي الكتب اللطيفة دي بتاعة دكتوراف الزمن اللي مش عارف مين ودكتوراف الفاعل لما يجي قبل الفعل ودكتوراف السجم إف والحاجات اللطيفة دي تمام؟ وبو منتجه الكلام ده لا ينفصل هنا تاريخ اللغة القبطية عن دراسة قواعدها من حيث التأثير والتأثير ما أنت لازم تفهم اللغة القبطية دي أهمتها إيه وإيه المكتوب عليها عشان تفهم الجرامر اللي حضرتك عايز تعرفه يعني القبطية لا هي بنت المصرية ولا بنت اليونانية القبطية والقبط كان لديهم اختيار واضح في أشياء بعينها رفضوها وفي أشياء بعينها قبلوها وكتب الجرامر بتاعت التلاتة موجودة وحضرتك يديك تلطل عمر وتقارن القبطية مرحلة لغوية منفصلة عاشت صديقة للغات أخرى يعني القبطية عاشت إلى جوار اليونانية وما كانوش أعداء وعاشت إلى جوار العربية وما كانوش أعداء وتأثرت وأثرت في كلايهما أخيرا من الخطأ بمكان أن تقول عن اللغة القبطية أنها خط كده أنا أقول شكرا جزيرا لحسن الاستماع ما أنا شرحت الكلام ده في النص الأولان الخط هي طريقة كتابة اللغة وعندما تدعو لغة أنها خط فده تحقير لها يعني اختزال لها تشويه لها باللغة العربية الفوسحة اسمه ايه تحجيم لها حاجة كده تقزيم لها تمام بس اللي شايف أن اللغة القبطية خط تروح يدرس هلوغريفي ويرجع يقرأ يبطي ما عرفش ماشي عشان الوقت ما نسرقناش كده شكرا جزيلا ماشي عشان الوقت ما نسرقناش كده شكرا جزيلا لها